موسيقى حرصا من وزارة الداخلية على دعم ومساندة المواطنين وتخفيف العباء عنهم قررت الوزارة مدى فعاليات المرحلة السالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد برعاية الرئيس الجمهورية حتى نهاية شهر يناير من خلال الاستمرار في توفير كافة أنواع السلع بتخفيضات تصل إلى 60% في السلاسل التجارية والمنافذ والشوادر المشاركة فيها على مستوى الجمهورية نحن لدينا الشرف أننا مشاركين في مبادرة كلنا واحد تحت رعاية صيد الرئيس السلع كلها متوفرة عندنا الاستراتيجية والغزائية والغزائية نحاول أن نكون أحد أدوات الدولة في توفير السلع الاستراتيجية للمواطن البسيط موفرين كل كميات السلع الاستراتيجية بأحسن أسعار بحب أشكر رئيسيات الرئيس جداً على المبادرة الجميلة اللي هو عملها دي وإن شاء الله دي مش أول مرة أن احنا نيجي هنا وأن تكون الحاجات كلها موجودة ومتوفرة بكميات كبيرة الأسعار كلها يعني فيها تخفيضات وكل السلع متوفرة بس مع أن في حاجات مش موجودة لأ أنا باجي إن شاء الله كميات موجودة جداً كتيرة جداً والحاجات كلها كويسة الحمد لله مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر والكل عارف إن مصر طول عمرها الوزارة ومن خلال منظومة أمان حرصت على توفير السلع بكافة أنواعها بخاصة أساسية منها عبر منافذها السابتة والمتحركة المنتشرة بكافة المحافظات بتخفيضات كبيرة في إطار رفع الأعباء عن كاهل المواطنين مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاة تما تم ضخ كميات إضافية من السلع عبر المنافذ المتحركة للمنظومة المنتشرة بكافة الشوارع والميادين بالمحافظات لإتحقيق أكبر استفادة للمواطنين من التخفيضات على السلع المطروحة وهو ما لاقى إشادة كبيرة منهم إحنا معك يا رايف متشكرين جدا 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 الله يبارك لك وخليك يا رب الراجل ده يستهل السلامة بمعنة الكلمة كفاية أنه هو حزب الشعب وربنا يبارك له المبادرة جميلة جدا جدا وأسعار الرز جميلة كويس أوله ب13 جنيه كل حاجة تمام تمام وفي تخفيضاتها بتنزل من كلنا واحد وربنا يبارك لنا فور رايز إحنا بجد بنشكره جدا بجد على الدعم اللي هو عامل هنا لأن بجد الموضوع بقى زايد قوي في الأسعار فالمبادرات دي هي اللي عملت تخفيض في الأسعار أنا اللي دايماً ببقى واقف لي كسد ما بسبش فرصة لأي حد يمس حبة من ترابك أنا اللي عمري ما يوم ضعفت عزمتي صخ وكتبت اسمك كل فخ في كل صبحة من كتابك شهدت منافذ منظومة أمان المتحركة بالمحافظات إقبالاً كبيراً من المواطنين على شراء احتياجاتهم من السلع الأساسية بالتخفيضات المعلن عنها في ضوء السعي الدائم من وزارة الداخلية لدعمهم في ظل المتغيرات التي تؤثر على أسعار السلع نحن اللي بالنبي في وقت ما بيتنا دينا يعني السعر الرز التلتاشر كنية حاجة كويسة جداً جداً يعني أقل من برة بكتير يعني أول ما روش بالسعر ده بصراحة والحمد لله مطواصر أهو وقال لي كده اللي انت عايزه يبريك له ويخفض لنا الأسعار أهوك بالمنافس ديك دعنا من حبك يا رايس وربنا تخليك لماشر وربنا تخليك للنازل غلابك ربنا يجازيه خير وربنا يسطل الدنيا وآخرى أنا اللي عمري ما يوم ضعفت عزنتي صخر وكتبت اسمي كل فخر في كل صبحة من كتابك تتكامل جهود وزارة الداخلية اللي جتماعية مع جهودها الأمنية لتوفير احتياجات المواطنين من كافة أنواع السلع بتخفيضات كبيرة وبجودة عالية وبكميات تلبي متطلباتهم بأقل تقلفة ممكنة حاسس منا وإحنا لينا غير الرئيس ربنا يبركننا فيه ربنا يخليك لنا رئيس